موجز الثالثة من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام وتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع هائلة للخير والتقدم والازدهار وخلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ليلة القدر تمثل مناسبة طيبة للتفكير والتأمل في حجم ومدى رسالة الإسلام وفي كلمته توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهاني للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك وقال الرئيس السيسي إن مصر تمضي على طريق العمل بثقة في الله سبحانه وتعالى وفي قدرات شعبها العظيم وإمكاناته داعينا الله أن يشمل مصر والأمتين العربية والإسلامية بعنايته ورحمته وأن يهدي الإنسانية للرجد وتعقل وخلال الاحتفالية قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم الفائزين في المصابقة العالمية للقرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية وتوسط رئيس السيسي صورة تذكارية للأشقاء الثلاثة الفائزين في المصابقة مصابقة القرآن كما حرص على أخذ صورة تذكارية مع الفائزين بشكل منفرد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما يحدث في السودان مؤسفا ولا ينبغي تدخل في الشأن الداخلي حتى لا يحدث تأجيج للأوضاع كما أكد الرئيس السيسي عقب ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة استعداد مصر مع جنوب السودان للعب دور الوساطة لإيجاد حل ينهي الأزمة كما أشار الرئيس السيسي إلا أن القوات المصرية في السودان وجودها للمشاركة في تدريبات فقط لا تدعم أي طرف مشددا على أنه تم تأكيد على أمن وسلامة هذه القوات تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيره اليونانية نيكاس داندياس تناول تطورات الوضع في السودان وأهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الاتصال شهد تأكيد الطرفين على خطورة الوضع الراهن في السودان وضرورة توصل الاتفاق لوقف إطلاق النار على وك السرعة وذكرت الخارجية أن الجانبين اتفقا على أهمية تعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا وضرورة عدم تدخل أي أطراف خارجية بشكل يعوق جهود احتواء الإزمة ختام موجز الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة